باش نرجعو للقاء لأجرى رئيس الجمهورية البارح مع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية كذلك اجتماع في القصبة والحديث عن ملف الفوسفات و باش نحكيو على تطور الأوضاع في لبنين في هذا الكل ماذا قالت السحف نبدأ بقراءة في هم عنوين الجرد التنصية اليوم الصباح و نبدأ بالشأن العالمي بتحديد الصراع اللبناني الإسرائيلي و كتبة جريدة الشروق عن نائب نصر الله للسهاينا بعد تواغرهم في جنوب لبنان جاهزون و نحن في انتظاركم من موسى و إلى نصر الله المقاومة والليدى في جريدة الصباح من جهتها قالت في عنوان اسرائيل تعربد و حزب الله يتواعد نحن في انتظاركم الصحافة قالت حشود دبابات الاحتلال عند الحدود مع لبنان و اجتماع بين حماس و فتح في القاهرة غدال الاربعاء نرضع للشأن الوطني جهت الصحافة كتبة عنوان مجلس وزاري حول الإجراءات المالية و الجبائية لمشروع قانون مالي لسنة 2025 نحو تكريس خيار العدالة الجبائية وقالت ايضا اربع ايام عن الصمت الانتخابي و 6 اكتوبر تاريخ فارق وفي جريدة الصباح قالت منها تأمين التوازنات المالية و دفع النمو والاستثمار الحكومة امام حتمية تحقيق اربع اولويات كبرى نجاتة جريدة المغرب عادت على انتخابة الرئاسية 2024 وتسألت هل سيرتفع النسق في ايامها الاخيرة في جريدة لابريس عادت زادة على الدروس الخصوصية وتسألت اسكو اينيكل بغاليل كيسانبوز في الصحف العربية كتبة لشرق الاوسط اسرائيل تعبر الحدود ولبنان يستنجد بالخارج ونسل مع جريدة النهار اللبنانية جنون المجازة الاسرائيلية يومهد الغزو البري ايران خائفة من تدمير حزب الله تماما نرجع معكم تعليق مروين على هماجيف صحفة اليوم هو فيما يخص اللي شد انتباهي خاصة الوطني اللي خصنا بصفة مباشرة مش نحكي عليهم بعد باكثر تفاصيل ولكن العملية الاعداد متع قانون مالية 2025 وخاصة البصمة اللي بيش تكون موجودة فيها هذا حاجة مهمة جدا ماريناش في القوانين المالية السابقين حويش حاجة من النوع ذايا هنا طوى مزلنا في مستوى ممكن للعناوين كي نحكيو على العادلة اجتماعية كي نحكيو على العادلة جبائية ذو ممسائل مهمة جدا في انتظار المشروع في حد ذاته كيفاش بش يحول الشعارات هذية الى اجراء التحقيقين وتنشوفوا شوي خشنو والعنوين اللي نجمو نعطيوه للقانون المالي هذي وتوجه لماشي فيها رئيس الحكومة مهدي انا بدي خاصة موضوع العادلة الجبائية لانو احنا في تونس الجبائية معناه يتحمل ثمانين بالمئة من كهل الضرائب يتحملوا هو الموظف العمومي هذا فقط معناه فماش عادلة جبائية على مستوى لا افقي ولا عمودي فم قطاعات لليوم معناها تدخل في بارشة فلوس لكن ماهيش مشمولة بحتى معناها ماهيش مشمولة بحتى قانون جبائي ما وكنا تحدثنا فهم القطاعات ما يسمى بقطاعات المهمشة ولكن هي ما عاش مهمشة اليوم ولد مدخول معناها مداخيل كبيرة متاع ربح متاعها وقت اللي نتحثوا على اجراءات عادلة جبائية رون نجم ونتحثوا على منظومة مالية متوازنة بالحق لانو ما تكونش على حساب مقدر شرائية متاع فئة معينة في المجتمع يزم تكون الناس كل تتقاسم اعباء الجبائية في تونس مهوش اطراف ولا حتى الشركات الكبرى ولا المتوسطة اللي هي قاعدة تدفع زيادة في مقابل فم قطاعات اخرى مهيش قاعدة تتحمل في ماشي اللي جانبكي حوالي اليوم مهم وقت يتحثوا عليه في مسويزاري يلزمنا نحكيه على العادلة الجبائية الجبائية حاجة ولكن العادلة الجبائية هي الاهم شكرا لك وسيمة